بالبداية أهلا وسهلا فيك إلي أهلا فيك صباح خلينا نحكي أكتر مين هو إلي أشعر وكيف دخل العالم التسويق أنا بلشت كإنجينير مهندس مع مي بارتنر أدجار باربر كمان مهندس بس كان لدينا شغف للماركتينج والتسويق بلشتنا مشمال لبنان بـ The North Life شركة كانت تختص بالبانويات بيلبوردس بشمال لبنان بالإضافة لتصوير الإفنتات اللي عم بتصير بشمال لبنان انتقلنا بعدين لبيروت والتركية والدول العربية under the name of Turquoise و Upfront Turquoise هي شركة بتاعنا بالبرفورمانس ماركتينج للمالتيناشنال كامبانيز يعني اليوم الكامبانات المبنية على البرفورمانس ترى الكامبان الحملات اللي بتخليك تصير لأكبر كمية عالم ممكنة بأكتر إفادة عالية بالإضافة إلى الإيكم ترانسفورميشن يعني تحويل الشركات اللي هي كانت عبر سنين تشتغل فقط عن طريق أنه تبيع منتجات بقلب محلها الفيزيكل لشركات عندها إيكم ستور وشو هي إذا بدك النقلة الصحيحة اللي ما بتضر هيدا اللي براند إذا انتقلت من الفيزيكل للإيكم وكيف ممكن مشي الإيكم مع الفيزيكل بطريقة فقعة عليه بالإضافة إلى شركة Upfront اللي هي مختصة والأولي من النوع أنا تحجز حملات إعلانية على مستوى لبنان بالبيل بوردات يعني اليوم نحنا نسترم حملة العميل منعبيره الإعلانية التبقى على اللوحات الإعلانية من عكار للجنوب للبقاء لكل المناطق الليبنانية بطريقة تكون تكاليف جيدة وتكون البيل بوردات محطوطة بشكل حقيقة تدفيده لهذا العميل وإنتبه يعني فينا نعتبر أنك الباب للشركات اللي حب تدخل على لبنان صح؟ نحنا نشتغل بطريقة كتير ترانسبرينت وعنا علاقات أولادية والشغل مع شركات كتير كبيرة العالمية هذا الشي بيخلي إذا بدك الشركات تشوف البرتفوليو تبعك وتعرف أنك أنت شغلة هيدول القصص قبل بالسوق الليبنانية وزيادة عن هيك برجع بقليك ترانسبرينسي يعني العلاقة مع العميل الواضحة والشفافة هي أهم شيء المصاريف كيف تكون؟ كيف تكون تقسيم العميل بشكل عام أو الشركة لازم تعرف بشكل واضح جدا شهر لقدام أو شهنة أو ثلاثة كيف رح يكون الشغل وكيف رح يكون تسويق تبعه وشو هنة الريزولتس المتوقعين من هيدا الكامبين رح أسألك أنا اليوم عن المفاهيم التسويقية يلي ما كلا الناس بتعرفها خصوص بالماركتنج لأنه في ناس بيعتبروا أنه هيدا المجال مجال جديد على السوق فشو هي الماركتنج فانل بالبداية؟ أوكي الماركتنج فانل رح أعرفها بأكزامبل هي عقلية العميل أو الشخص العميل المحتمل إذا بدك يعني الشخص اللي ممكن يشتري هيدا البراند من أول ما يعرف أنه في هيدا البراند بالسوق إذا بدك اللبنانية بتاني مرحل هي هيدا اسمها awareness يعني الناس عم تعرف أنه البراند موجودة بس هون مش مطلوب منهم يشتروا بعد هني بس بلين يعرفوا أنه البراند من وجدت بهذا السوق بتاني مرحل هي الconcederation يعني بس تباليش الزبون المحتمل يفكروا أنا فيه احتمال اشتري منتجات هيدا البراند بتاني مرحل هي في عندي الconversion يعني بس تيشتري في حقيقة الشخص هيدا المنتج من هيدا البراند بعدها في عندك اللويلتي يعني وفاء العميل للبراند اللي عم نحكي عنها يعني فور اكزامل أنت اليوم صار عندك سئة بهيدا البراند صار عندك وفاء لأي شيء بينزل من هيدا البراند صحيح ومنشوفها كثير هيدا يعني بس الواحد ينزل على السوبر ماركت أو ينزل لشتري قصص بيطلع بيقول لا هيدا النوعية أفضل شيء أنا مجربة بصير بينصح غيروا فيها كمان أكيد لأنه أول شيء موضوع أني جنت تتعلق بالبراند هو شيء يعني ناس ما كتير بتفكر فيه بدون ما ينتبهوا رح يبدوا هيدا التعلق بالبراند وحتى بعد مرحلة اللويلتي للبراند في عندك مرحلة الأدفوكيسي يعني بس تصير الأشخاص عندها تعتبر هي كسفرة للبراند تحكي لأصحابها ولأهلها عن هيدا البراند هذا اسمه وورد أوف ماوس يعني الناس تتنقى الكلام عن هيدا البراند وهيدا شيء كتير أساسي يعني عاطن للأشخاص بتقتنع أكتر بالدعاية اللي حدا بيخبرها إياها أو رفقاتهم يقولوا مصحكم بهيدا البراند تعالوا أن تشوفها الدعاية على إعلانات على منصات أعلانية صح لأنها بتكون مصدر سئة أكتر صحيح؟ أكيد لأنه ناس بقتنع أكتر شيء بالكلام للأشخاص اللي بيشبهوها سوى إذا أنت اليوم كنت باليونيفورسيتي وعندي كرفيتك بنفس الصرف ونفس الميجر حيكون رغباتك أو توجهاتك تشمع توجهاتها فإذا فعليا هي حبت هيدا البروداكت وقتلك عنه فأنت رح تحب هيدا البروداكت كمان شو أهميته فوائد التجارة الإلكترونية يلي عم نشوفها بشكل موسع جدا هلأ التجارة الإلكترونية أول شيء صارت شيء كتير كتير أساسي بكل بلدان الكبيرة ولبنان هلأ عم تبلش أكتر محلات أو برندات عمستوى لبنان تفوت أكتر بهذا الموضوع التجارة الإلكترونية أهميتها هي على توب فولدز يعني عندك أول شيء الأهمية على اللي عم يشتري من المتجر الإلكتروني وعندك كمان الأهمية لصاحب المتجر الإلكتروني بالنسبة للكستمرز يكون الشخص فيه يشتري بأي لحظة بدويةها بس يكونهو مرتاحة يشتري في عمو الكمبارسن للأسعار ويرى الانفرميشن كاملة ويأخذ الوقت لبدوية قبل ما يشتري أي منتج بالإضافة أنه عنده قدرة اليوم يتصفح أو يوصل لهذا الستور على أي ديفايس عنده إذا كان لابتوب أو تليفون أو آيباد وإلى آخره أما بالنسبة لصاحب الستور فيه أهمية كتير كبيرة هي أنه أول شيء تكاليف كتير قليلة الثاني شيء فيك تصليل كمية عملاء كتير كتير كبيرة إذا أنت اليوم فاتحة ببيلوت وعندك شخص من الشمال يمكن صعب يجلع عندك من الشمال ليشتري من عندك فيزيكلي بس عنا فيه طلب من عندك بالإضافة إلى الديتا الكبيرة اللي بتصلم يعني أنت اليوم إذا الشخص فات لعندك وكان مهتم بهذا الاتم وشخص تاني فات وكان مهتم بهذا الاتم تاني أنت فيك تجاهة بين إعلانات لأول شخص باللي هو مهتم فيه لتاني شخص باللي شخص تاني مهتم فيه هذا الشيح يعلي كتير نسبة المبيعات عند المتاجر بالإضافة إلى قدرت التوسع بشكل كبير يعني اليوم الشخص تريد يفتح ببلد تاني مش مضطر أنه يعمل الفيزيكال ستور يستأجر ويرمم ويفرش وإلى آخره خلس هي عبارة عن الإساس تكون كتير كبيرة مثل ما ذكرت حضرتك التكاليف ما في مقارنة نهائية بموضوع الفيزيكال ستور هي كل شيء عليه أنه يعمل الإساس الأنونية بالإضافة إلى تعاعد مع شركة ديليفري عندها ويرهوس يعني بيحط البضاعة تبعه بقلب هيدول المستوضاعات تبع هاي الشركة وهو بس بيعوان التسويق وساعة تبيضوا بيعونتجاته شو هي الفور بيز بالماركتينج؟ كتير ناس بتفكر انه الماركتينج هي أدفرطيزنج بس فعليا الماركتينج هي فور بيز بالماركتينج وعنديك البريس والبليس والبروموشن البروموشن هي بتحديد الأدفرطيزنج كل شي خاص بالدعاية بس غير الدعاية يعني منعتبر الأدفرطيزنج هي شئ من الماركتينج؟ صح مانا بالموازات معه أكيد ولا أنت لأنك تشتغل ماركتينج عم تحطها بالموازات معه لا، الماركتينج أكبر بكتير من الأدفرطيزنج يعني أدفرطيزنج هو فقط شئ من الماركتينج لأنه إذا أنت اليوم عملت أدفرطيزنج صحيحة بس أزي هول الماركتينج اللي نحن حكي عنه هلأ ما كانوا مزبوطين ما رح يكونوا في نتيجة جيدة للزبون أو للعميل أو للخصص الذي أنت عندك رح أعطي أكزامل على هذا الموضوع أنت اليوم عملت أدفرطيزنج لمنتج خاصه بالبيوتي هيدا الدعاية وسطتبع مئة ألف شخص من المئة ألف شخص فاتلة عندك على ماركتينج كان تقليل فيزيكا أو أنليين فاتلة عندك عشرة ألف شخص سوية عشرة ألف شخص ماشتروا انت اليوم مجرد ما قد بستطي لكمية تعالم اللي أنتك انت متوقعتين معيات البروموشن مزبوطة إذا كان كوية التصوير كمان جيدة فاتوا عندك على ماركتين فاتوا لانه حبوا البروتكت تبعك لأنه لو محبوا البروتكت مكان حاجزين عندك على ماركتين كان أمليين أو حتى أفلاين فهذا يعني أنه كمان البرودكت جيد، لماذا لا تشتروا من عندك؟ هنا المشكلة تكون بالسعر تبع البرودكت البرايس أو بشيء اسمه البلايس يعني المحل تبعك إذا كان بطيء بطيء الستور تبعك أو تشاكاوت صعب فيه أو إذا كان فيزيكلي يمكن يكون السيلس بيرسن اللي عندك ما عرف يسكر الديل طيب إذا إحنا اليوم فتنا هلأ وشفنا أنه ما فيه منشكلة بالشعب يعني بالبلايس بالفضل عندي موضوع البرايس البرايس هو سعر المنتج وكيف يستعد الناس يدفع بهذا المنتج كمبير لأسم البرند يعني إذا هني بيعتبر البرند تبعك هي برند لوكجري مستعدين يدفعوا رقم كبير فيها ومع ذلك مشكلة أو إذا بيعتبروا شيء أكثر ما بيستهل دفع عليه كتير وهذا خاصه بالبرند بوزيشنينج يعني كيف أنت مركز البرند تبعك يعني لديه تموضع جيد بيعقول الناس اللي عم تشوف مثل عنديك تودور وعنديك رولكس هنا من نفس شركة اللي بتصنيع هي رولكس بس تودور بتبلش بـ 1500 دولار بينما عندك رولكس بـ 8000 وإنما كتير بيشبهه بعض الساعات يعني نفس المتير للتقريبا نفس الشكل بس هديك حق ثلاثة وخمسمية وهديك حق ثمانة والناس مش مستعدة تدفع بـ تودور ومدفع بـ رولكس وهذا شيء خاصه ألتلك بالبرند بوزيشنينج بدنا نحكي هلأ عن البلبورد وأهميتهم أوكي البلبورد هو جزء ما بيتجزء من الماركتينج تشانلز يعني وين فيك تعمل داعياتك ورغم أنه صار فيه كتير تطور آخر فترة أو آخر عصر بموضوع التكنولوجيا لحد الآن بعض البلبورد ستير أساسية لأنه تلعب أو عندها مثل فيتشورز أو مخوامات ميزة عن غيرها من المنصات أول شغلة أنت اليوم بالبلبورد هو أسرع تشانل تتصليل لكمية عامة كبيرة يعني أنت ستوصل لرسالة بأسرع وقت ممكن البلبورد هي أسرع طريقة تتوصل لها لأنه كل الناس على الطريق كل الناس عم بتشوف صح؟ صح إذا كانت طبعاً الكامبين يعني كانوا البلبوردات موزعين بشكل مزبوط وبطريقة مزبوطة والدزاين كان صح والهدلان كان صح بالمرحة الثانية أنت عندك اليوم الأفويدنس يعني أنت اليوم إذا كنت حضرت دعاية على تيفي وما عجبتك فيك تشيت دغاية للشانل إذا كنت على السوش الميديا وحضرت الفيديو ما عجبتك فيك تشيت دغاية للشانل لكن بلبورد لا يوجد كما تشوف فيه ففي عندك هذه الأفويدنس الثالث شغلة هي الأدريكول وهذه سوربرايزنج لبعض العالم باتد أنه أكتر نسبة دعاية ناس بتذكرها هي الدعاية اللي يشفوه على البلبورد وهذه مسبتة فعلياً صح بس كمان زيادة عن هيك أنت اليوم مقدن أعتبر أن البلبورد مختلف عن الأخرى أنت اليوم بيكمل بعض هذا اسمه أمني تشانل أبروش بس نعمل دعاية على أكتر من تشانل مثلاً تيفي بلس بلبورد بلس سوش الميديا بيصير العميل أو لزبون المحتوى اللي عم يشوف الدعاية على أكتر من المنصة وهذا الشيء رح يعلم عنده نسبة أنه يشتري المنتج تبعك أو يقتنع فيه أكتر شو هي الأداة الإعلانية القوية؟ يعني كيف منصنفها أنها قوية؟ الأداة الإعلانية القوية هي أداة بتجب لك نتائج فعلياً وممكن تكون أداة لك أنت قوية بس نفس وقت لغيرك مش مفيدة في دراسة بتصير اسمها رواس يعني رحلة محتوى أو أد سبند، تعرفي حقيقة أنا دفعتها الأد وعملتها الأد بالمقابل فهي بتكون أنت ربحت معي هذه الكامبين أو خسرت معيك أوكي، بهايد الحالة إذا خسرت، شو بتعمل حتى لأنه نرجع نربحها؟ نعمل كامبين جديدة أما منستمر فيها بطريقة بطرق تانية؟ بالنسبة لأيلي وبنسبة لكل الناس اللي بتعرف الماركتينج ما فيش اسمه ماركتينج إنتاور أو تجربة ماركتينج فيشتلي فيش اسمه تجربة، تعلمنا منها، عرفنا أكتر السوق تبعنا شو بده؟ يعني، بالنسبة لأيلي يمكنك أن يكون عندك أكتر من بروضاكت بالبراند تبعيك وتعمل دعاية، بس فيه احتمال أن دعاية على هذا المنتج بالتحديد ما زبطت هذا الشيء يعلمك أن هذا المنتج ما كتير مرغوب، ممكن تجزع شيء تاني ممكن تعمل دعاية أنت وتلاقي أنه في كتير عنديك اتصالات أو كتير ناس زارة المحل تبعيك أو الستور تبعيك، بس مشتروا تتعلم ما أنه يجب أن تحسد شيء في الستور تبعيك، وعلى أساسها تعملي الكامبان الثاني لحد ما تنجح ومجرد منشحت الكامبان، وصار واضح عندك الـ return on investment تبعيك، يعني كدش أنت دفعت ودش تلاتي، بسير فيك تعمل بسير أنت عندك توقعات واضحة، إذا دفعت هالأد، رح تطلع هالأد مقابلون، وتصير عملية بزيتف كل عبادة كيف الناس اللي عم تتعامل معك لنفطرد بتقدر تعرف إنه الكامبان تعيتهم صحيحة وأعمالهم نشحت؟ أول الشغلة بيكون في شيء اسمه budget recommendation، يعني الناس بتشوف كم تدفع، وشو متوقع تطلع بالمقابل، لكم شخص متوقع توصل بالمقابل؟ هذا الشيء الأول، ثاني الشغلة في عندك optimization كل وقت الكامبان، يعني بعد ما تصير الكامبان هاي دي بضل في تواصل مع العميل تنشوف كيف تكون نتايج عنده بالستور تبعه أو بالبرانت تبعيته، وآخر الكامبان مثل عندي كريبورت، هذا كله غير إنه العميل بنفس عميلة، العميلة يعني الكلين، عميلة عنده عميلة عنده قدر يفوت يشوف شو عم بيصير لكم شخص وصلنا، كم شخص وصلنا، كم دفعنا، كم استفادنا، كم شخص وإلى آخره وأساساً ترانسبارنسي كيسي موضوع الـ advertising، أنت عاطم بس تشتغلي مع براند، ما بشتغلي مع يوم ويومين، ما شعمل بيها أنت ايتم، هم تحكي عن علاقة بدون سنة وثنة وثلاثة وارمعين، تبني هاي البارتنرشيب، تبني هاي البارتنرشيب بدك ساقة متبادلة بين البراند وبين شركة الإعلانات، وديك ترانسبارنسي كتير عالية، تيضال هاي الشغل، وبالنهاية أساساً الـ agency، هدفها الأساسي هو أنه ينجح شغل البراند هايدي، إذا ما ننجح الشغل هاي تغير الـ agency بالنهاية، صح، شو نصيحتك لكل الناس يلي يعني المقبلة على الإعلانات أو يلي بدون يبلشوا بالإعلانات، شو بتقدر تنصحهم؟ نصيحتي أنه يشتغلوا مع ناس بيعرفوا بهيد المجال، وما يسترخصوا لأنه، أنت اليوم عندي كمية كبيرة من الـ business man أو owners بلبنان، يعتبرون الماركتنج هو كوست إضافة على الشغل تبعون، علماً أنه هو كوست أساسي بكل الشركات الكبيرة، وكل الشركات الكبيرة عندها محدد شهرياً لأي ماركتنج كامبين، أو لأي ماركتنج خاصة بالبراند تبعيتهم، فاليوم بسر الشخص بدي يعمل كامبين، إذا اشتغل مع الشركة ما عندها احتراف كافي أو ما عندها خبرة كافية، ممكن تفشل الكامبين، حتى لو كان هو دافع رأم كبير، بس هالشيء سيجعله يحكم على الإعلانات ككل أن الإعلانات هي مش مفيدة، بس فعلياً هي الكامبين ما كانت ناشحة أو الشخص اللي عمل الإجزيكيوشن ما كان عارف كيف ممكن ينجح الكامبين، بالختام لي أنا بدي أشكرك، وبدأ أسألك كل الناس اللي حب تتواصل معك، ومتتواصل معك؟ أول شيء أنا بدي أشكريك على هالحلال الحرب الصباح، ومشان تواصل معي هو عبر السوش الميديا تبعي، شكراً للمشاهدة